يا صباح الخيرات بسم الله مكملين رحلة التأملات في كتاب الله وصلنا للآية 109 من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب المقصودين هنا هم يهود المدينة والآية دي نزلت في كثير من يهود المدينة على رأسهم ياسر بن أخطب وحيي بن أخطب دلقادة للقبائل وواحد اسمه كعب بن الأشرف ياسر بن أخطب وحيي بن أخطب أصحاب القصة بتاعت لما حيي بعت ياسر أخوه والنبي داخل على المدينة في الهجرة عشان يشوف صفة النبي عليه الصلاة والسلام هل هي شبه اللي مكتوبة في التوراة ولا لأ فلما شافه ورجع له قال أهو هو قال نعم هو هو قال ما تنوي قال عداوته ما بقيت وكان كعب ابن الأشرف أحد برضو قادة اليهود اللي بيألف شعر يهجو يهجو يعني يشتم يهجو فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكانوا دايما بيحاولوا أنهم يردوا الموحدين المسلمين عندنهم فنزلت الآيات ودى يعني أصر وراغبة ودى كثير من أهل الكتاب مش كلهم كثير منهم ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم يرجعوكم ترتدوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الحسد أصله هو تمني زوال النعمة من المحسود أنا بحسد واحد بتمنى زوال النعمة منه وأصل كلمة الحسد في اللغة جاية من حشرة اسمها الحسدل والحشرة دي بتأرقض في الثياب لغاية ما تبهدله وتقطعه فاتاخد منها الحسد إن الحسد ده هو وجع في القلب عند الحسد بيقعد ياكل في قلبه يهري في قلبه زي ما الحسد ده اللي بتهري في الثياب عارف إحنا كمصريين نقعد نقول ده عمال بيهري وينكت في نفسه لأن الحسد لا يرضى إلا بعد زوال النعمة من المحسود وبالتالي هو وجع قلب وهم وأذى ومش مستريح والشخص التاني اللي ربنا أكرمه وأنعم عليه رزقه اللي ربنا كتبهوله وتيسير ربنا فتح له أبوابه وأنا مش مستريح عكس الحسد حاجة اسمها الغبطة الغبطة إن أنا أتمنى إن نفس النعمة اللي تبقى عند الشخص تبقى عندي دون زوال النعمة من عنده والغبطة دي هي التنافس الشريف والطموح المقبول المباح من ربنا سبحانه وتعالى فأهل الكتاب اللي هم يهود المدينة المقصودين في الآية كانوا عارفين إن الموحدين المسلمين على الحق من بعد ما تبين لهم الحق وعارفين إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله المرسل من عند الله ولكن هم مش عايزين يؤمنوا زي ما حكيت لحضراتكم قبل كده كتير في الآيات السابقة لأن سيدنا رسول الله مخرجش منهم مخرجش من بني إسرائيل فمش قدرين إن هم يتبعوا حد براهم فربنا يقول ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق هو مش متلخبط هو عنده يقين إن هو على الباطل وإن الموحد على الحق طب نعمل إيه مع الحاسد ده يا رب قال فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره يأتي الله بأمره يعني ينزل أمر تاني من ربنا اللي حصل إن ربنا أنزل أمر بإجلاء بني النظير وبني قينقاع وحصل حرب مع بني قريضة بعد خيانة عملوها لأن كان في صحيفة مكتوبة بميد سيدنا محمد عليه السلام بين اليهود إن إحنا نحمي المدينة مع بعض فحصل خيانة عظمة منهم في نزلة أوامر تانية غير العفو والصفحة بعد كده بسبب خيانتهم عايز أقول لك حاجة هنا خاصة بالعصور اللي إحنا عايشين فيها فعفوا واصفحوا عن الحاسد تشغلش بالك بالحاسد لو شغلت بالك بالشخص اللي بيحسدك هتجذب عشان تخفي النعمة اللي عندك لأنك إنت مش عايز حد يعرف إن إنت ربنا أنعم عليك هتبدأ تتصرف تصرفات مش سوية هتبدأ تبقى قاعد مرعوبة على حكتك فربنا قال تجاوز عن تصرفات الحاسد دي وانشغل أنت بأذكارك وأورادك اللي ربنا أنزلها لحماية النفس من الحسد لك ما تعودش عايش في رعب لأن الحسد طاقة سلبية ضعيفة تؤثر في الأشياء نحمي نفسنا منها بتلات أربع حاجات رقم واحد قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس المعوذات الشهيرة وصورة الإخلاص قلوا الله أحد آية الكرسي في الصباح والمساء والذكر الشهير أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة عين لامة يعني تنظر نظرة لامة عليها نظرة حسودة أعوذ بكلمات الله التامة تلات مرات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة استمتع برعمة ربنا متعدش تجذب وتدعي المعاناة عشان ما تتحسدش انك انت هتبقى مستريح بالنعمة ومنظرك قدام الاسوياء مش هيبقى حلو فاسكن فعف واصفح والعفو والصفح هو التجاوز عن الفعل والاعراض عنه وإكمال مسيرة الحياة حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير قدير على حماية النعمة من غير ما تاخد انت رد فعلي مع الحاسد نفسه تروحش تتخانئ لما اذكارك مع الله وربنا قدير انه يحمي النعمة اللي في ايديك ده كان تفسير الاية 109 من سورة البقرة صباح الرضا والفل والخيرات شوفكم ان شاء الله قريبا على خير سلام عليكم